ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيليا تم رصد اطلاق خمسة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل في رشقة جديدة وأفادت القناة بوقوع رشقة صاروخية من لبنان تستهدف موقع رويسات في تلالك فرشوبة كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات قتلت ثلاثة أشخاص في بلدة تيردباب جنوبية البلاد هذا وشهدت أجواء بلدات وقرم في القطاع الأوسط جنوب لبنان انفجارات لصواريخ اعتراضية بدوره قال حزب الله أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في مزرعة برقة بمزارع شبع قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفجالانتنا إسرائيل لن تجري أي مفاوضات مع لبنان إلا تحت النار مشيرا إلى أن العمليات ضد حزب الله ستستمر حتى يعود الإسرائيليون بأمان إلى منازلهم في الشمال واتهم جالانت فرنسا بتبني وتنفيذ سياسة معادية تجاه الشعب اليودي مضيفا أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها على كل الجبهات مع فرنسا أو من دونها تعرض جنود من قوة الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل لأطلق نار من دبابة إسرائيلية تعمدت قصف أحد المراكز التي تؤوي جنودا في بلدة كفركلة جنوب لبنان مما أدى إلى تدمير كاميرتين وتضرر برج للمراقبة وحملت اليونيفيل الجيش الإسرائيلية والأطراف كافة مسؤولية ضمان سلامة وأمن الموظفين العاملين هناك المزيد تنظم إلينا من بيروت مراسلة الشرق ما أحطيت مهام الجديد على مستوى الغارات الجوية والجانب الإنساني وأوضاع النازحين مكة هناك تركيز إسرائيلي كبير منذ يومين على منطقة الجنوب كل الجنوب ليس فقط قرى الشريط الحدود التي من خلالها يحاول الجيش الإسرائيلي الدخول إلى الأراضي اللبنانية إنما أيضا في عمق الجنوب كما حصل البارحة مع استهداف النبطية الذي بحسب وزارة الصحة كانت حصيلة الاستهدافات لمدينة النبطية ومبنى البلدية في المدينة هو 16 شخص قتلوا في هذه الاستهدافات كان هناك غارات مسائية طوال الليلة على عدد من القرى والبلدات بالإضافة إلى القصف المدفعي العنيف جدا عدا عن الاشتباكات التي باتت تكون بشكل شبه يومي بين عناصر من حزب الله والجيش الإسرائيلي على القرى والبلدات القريبة من الحدود اليوم حزب الله يتحدث عن استهدافات لدبابات ميركافا في محيط بلدة اللبوني في القطاع الغربي هذه البلدة التي تستهدف بشكل متكرر من إسرائيل أيضا حزب الله البارحة تحدث عن اشتباكات من مسافة صفر مع الجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح في القطاع الأوسط وهناك ثلاث بلدات تعمل عليها إسرائيل بشكل متواصل هي بالإضافة إلى القوزح هناك عيدة شعب ورامية محاولات مستمرة من هذا المثلث لدخول إلى الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى محاولات من القطاع الشرقي كما كان هناك فيديو البارحة أظهر تفجير لبلدة بأكملها هي بلدة المحيبب التي تقع على تلة مشرفة تحاول إسرائيل في عملياتها تحديدا السيطرة على التلال في هذه المناطق لتصبح كاشفة للجنوب بطريقة تمكنها أكثر من السيطرة عليها بريا طبعا حزب الله يقول أنه يستهدف الجنود الإسرائيليين وأن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بحسب ما وصفه الرئيس الحكومة هو كر وفر وليس عمليات بقاء في الجنوب بالنسبة للأوضاع الإنسانية طبعا أوضاع صعبة جدا يعيشها النازحون في لبنان المساعدات تصل تباعا إلى مطر رفيق الحريري الدولي الطائرة السعودية الخامسة اليوم وصلت أيضا هناك طائرات من دول أخرى تقدم مساعدات لكن كل هذه المساعدات غير كافية كما يقول المسؤولون في لبنان على اعتبار أن هناك أزمة كبيرة جدا نتحدث عن مليون ومائتي ألف نازح أكثر من ألف مركز للإيواء وبالتالي الاحتياجات كبيرة جدا من النازحين لذلك حتى هذه المساعدات التي تصل وتقوم الدولة بتوزيعها بالإضافة إلى المنظمات الدولية وأيضا المجتمع الدولي ليست بعد قادرة على استيعاب كل هذا العدد وتأمين الحاجيات الأساسية للمليون والمائتي ألف نازح جزيلة شكرا لك مراسلة الشرق من بيروت مع أحتيت بدخوله حربا مع إسرائيل فقد حزب الله نحو نصف ترساناته في الغارات الجوية لكن رغم ذلك لا يزال يملك صواريخ موجهة مضادة للدبابات تشكل تحديا آخر للجنود الإسرائيليين العملية العسكرية التي ينفذها الحزب لمواجهة تواعو الإسرائيل البري جنوب لبنان تكشف عن استراتيجياته القتالية القائمة أساسا على إعداد الكماء وقصف خطوط الدعم إلى جانب ضرب التحشيدات قبل انطلاقها كيف ذلك؟ حزب الله في اليوم الأول من المواجهات المباشرة على الحدود الجنوبية قصف تجمعات جنود إسرائيليين قرب المواقع العسكرية الحدودية فجر عبوات وأطلق نيران الدفاع الجوي باتجاه مروحية إسهدافات اعتبرها بأنها حضرا جويا على المروحيات قرب المنطقة الحدودية انتقل حزب الله بعد ذلك العمليات المكثفة باستخدامه صواريخ بركان التي تحمل رؤوسا متفجرة ضخمة تصل إلى 500 كيلو جرام فضلا عن صواريخ فلق ذات المدى القصير تحمل رؤوسا متفجرة تتروح بين 70 و120 كيلو جراما من المواد المتفجرة كانت موجهة ضد تجمعات في المواقع الحدودية وتحركات لقوات عسكرية إسرائيلية في محيطها كما اعتمد حزب الله على مجموعات دفاعية ومجموعات إسناد لمواجهة هذا التواغل وفق ما يقول خبر عسكريون وهذه خطط مسبقة ترتبط بألية تنسيق بين هذه المجموعات التي تعد الكماء وذلك عبر محاولة تشتيت الحشود وإفقاد القوات المتقدمة أي قوة إسنادية هذه الإستراتيجية يسعى من خلالها مقاتل حزب الله الاقتراب إلى النقطة الصفر بغرض تحييد دور المسيرات والانخراط في قتال مباشر ومواجهات من مقاتل إلى آخر ويعتمد هذا القتال بشكل أساسي على المهارات الفردية لقوات المشات على مساحة تقدر بنحو أربعة آلاف واربعمائة وتسعة وعشرين كيلو متر مربع وهي أربعون في المئة من مساحة لبنان يمتد سهل البقاع حيث يقع بين السلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية بطول مئة وثمانين كيلو مترا بينما يرتفع عن سطح البحر بنحو ألف متر يقسم السهل إلى شريطين شمالي وجنوبي ويضم خمسة مدن كبرى هي البقاع الغربي والهرمل وبعلبك وراشية وزحلة وتنتشر فيه مئتان وواحد وخمسون ملدة تنوع ديني يمتاز به البقاع يشكل فيه المسلمون نسبة سبعين في المئة من السكان يشكل البقاع أهمية استراتيجية بالنسبة لحزب الله وكذلك يعتبر العمود الفقري العملياتي اللوجستي فالسهل الواسع يقع على حدود سوريا التي تتصل بخط مباشر أنشاته إيران لنقل الأسلحة والمعدات للحزب كما تشير الكثير من التقارير وتعتقد إسرائيل أن حزب الله يمتلك مستودعات أسلحة تضم صواريخ باليستية متطورة ودقيقة وأنفاقا تمتد بين الحدود اللبنانية السورية بالإضافة إلى مشاة تدريب ومراكز قيادة هناك كما أن جغرافية البقاع تتصل بمناطق جنوب لبنان التي تقع على تماث مباشر مع الحدود الإسرائيلية ما يشكل خط أمداد أيضا للبنية التحتية العسكرية لحزب الله هناك إذن منذ بدء العملية البرية التي يقول إنها محدودة وقصيرة يدفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته نحو جنوب لبنان عدد عسكريه المشاركين في محاولات التوغل لم يعلن عنه لكن التقديرات تشير إلى أنه لا يقل عن أربعين ألفا على اعتبار أن الفرق الواحدة بالتعريف العسكري تضم عشرة ألاف عسكري على الأقل لماذا؟ لأن الفرق المقاتلة المعلن عنها لحد هذه الساعة هي أربع فرق أول الفرق هي الفرقة 36 أو ما يعرف بعصبة البركان هي أكبر فرقة مدرعة في الخدمة النظامية في سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي تتبع للقيادة الشمالية تضم اللواء 7 اللواء 188 إلى جانب قوات مدفعية تضم لواء 282 وقوات المشات التي تضم لواء جولاني 1 ولواء عطسيوني 6 هذا إضافة إلى كتائب سلاح الهندسة الفرقة الثانية هي فرقة تتبع القيادة الشمالية أيضا تعرف بالجليل أو الفرقة الحادية والتسعين مسؤولة بالأساس عن جبهة لبنان كاملا من رأس النقورة غربا حتى مزارع شبع المحتلة شرقا تضم عصبة برعام هي الفرقة الغربية الإقليمية 300 عصبة حيرام وهي الفرقة الشرقية الإقليمية 769 وعصبة أدريم 7338 إضافة إلى لواء المشات الكسدروني 3 ولواء المدرعات هزاكين 8 الفرقة الثامنة والتسعون أو عصبة النار هي من الفرق المشاركة كذلك تضم سبعة ألويات تتبع للواء المركز في الجيش الإسرائيلي هي مختصة في التطويق عبر الإنزال بالمدلات وأيضا الإنزال الهجومي باستخدام المروحيات الهجومية وطائرات النقل إضافة إلى القتال في العمق لتنخلط بعدها الفرقة العسكرية 146 وهي فرقة الاحتياط الأولى التي شاركت في حروب عدة تضم تحت قيادتها اللواء الثاني واللواء 205 من مهمها عملية برية محددة ضد أهداف وبناء لحزب الأحب اشتركوا في القناة